في طار مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب اختلفت وجهة النظر بين الأغلبية والمعارضة حيث اعتبر فريق العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار أن هذا المشروع يؤسس لولوج المغرب لنادي الدول الصعيدة كما يتضمن إجراءات الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية من خلال ترشيد النفقات وتقليص العجل المالي كما يساهم في النهوض بمجالية تشغيل الحماية الاجتماعية التدابير من منظور الأغلبية ستساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية انتقد افتقاد مشروع المالية للهوية السياسية والرؤية الاقتصادية وصفا هذه التدابير بغير المجدية بإرساء تنمية حقيقية كما اعتبر أن هذا المشروع لا يكث توجهات البرنامج الحكومي ولا يخطط لإرساء مشروع تنموي متكامل كما سجل الفريق الاستقلالي في هذا المشروع تراجع عن المكتسبات التي تم تحقيقها في عهد الحكومات السابقة